ما الأضحية وعلى من تجب؟ وما هي الشروط التي يجب توفرها في الأضحية؟ وما هي العيوب التي يجب تجنبها؟ ثم هل يصح الأضحية بالجلالة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيف الشيخ مصعب إبراهيم عضو المجلس الشرعي في حلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف ألف خير نحن اليوم على أعتاب عيد الأضحى المبارك في هذا العيد المبارك الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فقال فصل لربك وانحر وتحدث نبينا فيه صلى الله عليه وسلم عن مسألة الأضحية فقال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربنا مصلانا الأضحية ذاك السنة أو ذاك الهد النبوي الذي أمر به صلى الله عليه وسلم حتى يكون إشعارا عظيما بأن الإسلام يكفل المجتمع كله لكن لنسأل أنفسنا ولنتباحث اليوم في مسألة ما الأضحية؟ ما تعريفها؟ ما شكلها؟ وما هي الشروط التي يجب توفرها فيما يريد أن يضحي؟ وما هي الشروط التي يجب توفرها في هذه الأضحية التي يضحيها؟ مع ضيفنا الشيخ مصعب إبراهيم عضو المجلس الشرعي في حلب ومدرس في عدد من المدارس أهلا وسهلا بكم شيخ أهلا وسهلا وسهلا محمد الله يبارك فيكم زيكم الخير سيدي اقترب العيد وفي هذا العيد لنا شأن فقهي يسميه يتعلم فيه الإنسان الأحكام حتى لا يضيع أو لا ينقص من أجره شيء فسيده ما الأضحية؟ وعلى من تجب هذا الهدي النمو طيب بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ محمد كما تعلمون ويعلم الإخوة المشاهدون الأضحية هي ما يذبح في أيام النحر تقربا لله سبحانه وتعالى فالأضحية في الأصل هي ما يذبح وهذه الشعيرة التي هي في الأصل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم بل هي سنة أبينا إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال قالوا يا رسول الله الأضاحي ما هي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم فقالوا يا رسول الله فما لنا فيها؟ قال لكم بكل شعرة حسنة وكان عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة عشر سنين يضحي يذبح الأضاحي نعم فهذه الأضحية من حيث تعريفها من حيث أجرها العظيم من حيث أنها شعيرة من شعائر الإسلام وفيها الأجر العظيم لكل من يذبح هذه الأضاحي هذا الأضحية أو هذا الفعل وهذا الأجر العظيم الذي يتحقق به كل إنسان هل هذا الأمر الأضحية هي واجبة على كل إنسان مسلم في مناطقنا وفي العالم كله؟ نعم أستاذ محمد هذا الأمر مما اختلف فيه العلماء ودائما خلاف العلماء رحمة وتيسير وسعى فالجمهور العلماء قالوا هي ليست واجبة بحيث يأسى متاركها القادر عليها ولكن هي سنة مؤكدة حيث ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل سنة يضحي ويعني المسلم الذي يجد سعى وهو حريص على دينه ويعلم الثواب العظيم وترتب على الأضحية وأنها من شعائر الإسلام لا يستطيع إلا أن يضحي اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشكرا لله تعالى وأن يحوز هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى يعني ورد في فضلها وثوابها الأضحية أنها تأتي يوم القيامة بلحمها وقرونها وأظفارها فتكون في ميزان حسناته ورد أيضا أنه يغفر للمضحي كل ذنب عمله بأول قطرة دم تنزل هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاظمة قال قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك أن يغفر لك كل ما عملته بأول قطرة دم ينزلون فهي سنة عند جمهور العلماء سنة مؤكدة كما ذكرنا وهي واجبة عند السادة الحنفية يعني واجبة بحيث يأسم تاركها القادر عليها المستطيع يعني بماله نقصد وهذه الاستطاع بالمال عند الحنفية هي لمن ملك نصابا والنصاب مقدر كما تعلمون بعشرين مثقالا من الزهب وهو تقريبا يعني النصاب الشرعي سمانين غرام من الزهب أو مئة غرام من الزهب على خلاف فهذا في العرف يكون غنيا لذلك يطالب الأضحية أما من ملك دون ذلك أو كان فقيرا كما هو حال يعني أكثر ناس فلا تجب عليه الأضحية طيب شيخ خلاء يعني هنا سؤال يسأل أو في مسألة تطرح وهي رجل وزوجته وعنده أولاد ربما يكون أولاد يعني حتى كيبار تجاوزوا سانا الشيء ولم يتزولوا فهل يجب على الوالد أضحية وعلى الزوجة أضحية وعلى الوالد أضحية أم يكفي العائلة كلها أضحية واحدة نعم إذا قلنا أنها سنة فنقولها سنة للمفرد ولأهل البيت إذا نوى الإنسان أنها يعني أن ثوابها وإجزاءها يكون له فقط فهذا يحصل له أما إذا نوى عنه وعن أهل بيته فهي تجزئ عنه وعن أهل بيته ماذا نقصد بأهل بيته أقربائه أو الوارثون أو من يعول على خلاف نقول هو من يعول يعني من ينفق عليهم فتجزئ عنهم كلهم إن كان في البيت مثلا والده ووالدته وإخوته الذين هو ينفق عليهم وزوجته وأولاده فهي تجزئ عنهم جميعا طيب شيخنا هذا لنقول هذه الشروط أو هذه الأشياء التي نتحدث عنها هي في الشخص أنا الذي أريد الأضحية يجب أن أكون شخص قادر عندي مال أستطيع فيه أن أضحي وهو وقت العيد لكن الآن أريد أن أذهب يعني إذا أخذنا المجال العملي أريد أن أذهب الآن إلى السوق وآتي بأضحيتي لأضحيها فهل هذه الأضحية لها شروط محددة أم يعني أي أي شيء آتي به يصح يعني لها شروط في العمر لها شروط في الشكل لها شروط في مثلا في الشكل إذا كان مثلا فيها عيوب أو ما فيها عيوب فهل لها شروط لهذه الأضحية نعم لأن الأضحي من شعار الإسلام ويجب أن يكون لها شروط بحيث تكون جيدة بالمختصر ما هي الأضحية الجيدة الشروط وضعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا يضحى إلا بالمسنة والمسنة هي الثانية من بلغت في الغنم مثلا يعني الضأن والماعز سنة فأكثر أما في البقر سنتين فأكثر أما في الإبل خمس سنة فأكثر هذه تسمى مسنة وسمى ثانية أيضا والنبي عليه الصلاة والسلام قال في نفس الوقت ألا أن يضحى بالجزع من الضأن الجزع قالوا اختلف في تفسيري فعند الحنفية هو ما جاوز ستة أشهر فأكثر إن كان يعني سمينا بحيث يقارب أبناء السنة فستة أشهر فما فوق إن كان سمينا فهذا من حيث العمر طبعا الشرط الأول أن تكون هذه الزبيحة من الأنعام والأنعام هي الإبل الجمال والبقر والغنم الماعز والضأن هذه فقط الأضاحي لا يجوز أن يضحى مثلا بالدجاج أو ذيك أو بط أو إبوز كما مرة انتشر في بعض البلاد فهذا لا يصح بالإجماع أن الأضاحي من الأصناف الأربعة وأما السن كما ذكرنا هو الثاني أو ستة أشهر للماعز هذا من ناحية الغنان هنا وضعنا شرطين الأول يكون غنما أو بقرا أو إبلا والغنم يقصد به الغنم الذي نعرفه نحن والماعز والثاني أن يكون العمر وهو إذا قلنا ستة أشهر ففوق لبعض الغنم والسنة ففوق للكل والبقر والجمال كذلك عمار محدد هل توجد شوط أخرى؟ يعني مثلا دايما حقيقة أكثر الأسل التي تسأل في الأضحية أسألك أتيت بأضحية فيها مشكلة مثلا ذهبت عينها عندها مشكلة في أذنها مثلا ذهبت بسبب خطأ في سكين شقت أذنها هذه العيوب هل تجعل هذه الأضحية ممنوعا التضحية بها أو لا يجوز التضحية بها أن يكون يعني فخية نعم بارك الله بكم أخي أستاذ محمد كما ذكرنا أن الأضحية من شعار الإسلام فيجب أن تكون غير معيبة والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض العيوب والعلماء استنبطوا أوقاسه عليها عيوبا أخرى غالبا تكون هي العيوب المؤسرة في الألسمن في اللحم يعني وتكون مؤسرة في الشكل أيضا فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجوز أربع أو قال أربع لا تجوز في الضحايا قال العوراء البين عورها ثم قال المريضة البين مرضها قال العرجاء البين عرجها ثم قال العجفاء يعني النحيفة التي لا تنقي سبحان الله فهذه أربعة أساسية يعني في عيوب الضحايا لا تجوز مع هذه العيوب مثلا زهابوا اللسان أو زهابوا الأذن قطعوا الأذن أو هذه العيوب التي تؤثر في الشكل أو في اللحم طبعا باستثناء المخصي هذه التي تؤثر في الشكل واللحم كلها لا تجوز معها التضحية بها يعني إننا نقول المرض العين أو الشسم العوراء والهزيرة الشديدة أو العرجاء هذه الأشياء أو هذه الأشكال لا يجوز معها الرضاة طيب شيخ خناكي نأخذ فاصل إذا سمحت لنا ثم نعود لكم من أحلقتها الله يبارك فيكم أعزائنا المشاهدين نعود إليكم بعون الله وتوفيقه بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى بحلقة متجددة من برنامجكم وأمنهم الخوف نتحدث فيها عن الأضاحي والرحية وأحكام شيخنا كنا نتحدث فذكرنا العيوب الأساسية التي تجعل هذه الأضحية لا يجوز التضحي بها ويجب أن الإنسان أن يمتنع عن هذه الدعوب الأربعة إذ ذكرتها طيب هنا دائما يوجد سؤال يسأل وفيه نسميها مشكلة تحصل وهي إنسان أخذ غنمة قد طبق فيها كل الشوطة التي ذكرتها من العمري أنها من الأنعام ومن العمري وأنها ليس فيها عين فأتى أثناء الزبح أو قبل الزبح بقليل حصل لها عين كسرت رجلها يعني مثل عرجاء أو مثلا أصيبت في عينها أو غيرها فهل هذا العين أو يمنع التضحية بهذه الغنمة التي اشترها هذا العيب لا يمنع أثناء الزبح يمكن أن يعني تفلت السكين إلى عينها فتنقل عينها أو تكسر رجلها مثلا بوقعت أو كذا أثناء الزبح فهذا تجزئ معه الأضحية بعد أن تتعيب وقت الزبح أما قبل ذلك لا تجزئ عند أكثر الفقهاء وقال بعض العمى أنها تجزئ إذا بعد ما اشتراها فتعيبت بلا صنع منه بلا تقصير يعني منه فهذه تجزئ عند بعض الفقهاء وعند أكثرهم لا تجزئ يجب أن يعني يضحي بمثلها أو أفضل منها وأما عند الزبح فإنها تجزئ نقول أن إذا أي عين أثناء الزبح لا يؤثر على التضحية يستطيع يضحي بها طيب وناشخنا في مسألته يعني العيب في الضحية أو الأشياء التي تحدث في الضحية كثير من الناس يأتي بغنمة يذبحها فيكتشف بعد الزبح أو بعد حتى سلخ أن في داخل هذه الغنمة أنها حامل وفي داخلها وريد صغير فماذا يفعل به إذا خرج مثلا حيا أو خرج ميتا نعم طبعا إذا خرج حيا كامل الحياة ويتحرك يعني فهذا يجب زبحه ويصنع به كما يصنع في الأضحية فإذا لم يخرج حيا لا يشترط زبحه وإنما يقطع بأي طريقة مثلا إذا لم يخرج حيا خرج هكذا قطعت لحم فيعتبر أنه جزء من لحم الداب نفسه لا يشترط زبحه يقطع بأي طريقة ويصنع به كما يصنع بالأضحية بالنسبة لمسألة العيوب سيد محمد يعني الفقهاء أو في أصل الشرع هناك عيوب في الشكل وهي كثيرة يعني ومثلا العين والأنف قطع الأنف قطع الأذن أو أكثر الأذن عند الشافعية فهذه ينتبه لها حتى أن عند المالكية إذا الأذن ما هي مقطوعة ولا مقطوعة جزء منها مشقوقة لا تصح في الأضحية لذلك ننصح عند الشراء يعني من يريد أن يضحي أن ينظر إلى الأذن وإلى العين وإلى الوجه النبي عليه الصلاة والسلام أمر كما رأى سيدنا علي عنه قال أمرنا أن نستشرف الأذن والعين سبحان الله يعني أن تكون في شكلها يعني لا نقول جميل لكن نقول أنها غير معيبة لأنها ستقدم يعني كهدي أو تقدم قربان يعني فيجب أن يكون من أحسن ما يجد الإنسان يعني سواء كان من غنمه أو من غنميره حتى أن بعض فقهاء المالكية نص على أن الصماء لا تجزي وأن البكماء التي لا تتكلم يعني لا تصدر صوتا ليس لها صوت ونص على أن الأضحية التي لها رائحة فم لا تجزي أيضا لأنها قربان فيجب من أحسن ما يجد الإنسان من غنمه أو مما يشتري يعني يستطيع الإنسان أن يقدم هذه لكن إذا استطاع يعني أن يترفع وأن يبذو شيئا من مال يكون أفضل فهو خير شيخنا في يعني في الأضحية يكثر الآن حديث عن مسألة لا عرفوا تفاصيلها لكن يتحدثون عن غنمة جلالة هكذا يقولون غنمة جلالة يقولون هذه الغنمة لا يجوز أن يضحي فيها الإنسان لا يجوز أن يضحيها الإنسان فما هي الجلالة وما أحكامها نعم الجلالة يا أستاذ محمد هي التي تأكل الجلة يعني العزرة يعني النجاسات ليس الوسخ النجاسات لأن من الأوسخ والقمام التي تلقى هناك خضروات هناك أشياء نافعة البهائم هذه ليس فيها شيء لكن يلي تأكل النجاس وتبقى تأكل النجاس فترة حتى ينتنى لحمها فهذه تسمى جلالة وهذه هناك خلاف في جواز التطحية بها على كل حال الأفضل أن لا يضحي الإنسان بها إلا أن تحبس على طعام نقي فترة حددها الفقاء مثلا قالوا في الغنم عشرة أيام في الإبل أربعين يوما يجب أن تحبس البقر عشرين يوما تحبس على طعام نقي حتى يصح التطحية بها نعم يعني سيدي أنتم فرقتم تفريق ما أدري ما الفرق بين النجاس وبين الوساخ يعني نحن الذين نعرف أن هذه هي نجاسة فما الفرق بين النجاس التي ذكرتها أو بين الإنسان أو بين هذه الحيوان التي يكون من وساخ الناس أو ما يلقى إلى الزبان نعم النجاس معروف هي نجاسة البهائم مثلا الدواب أو حتى يعني قاذورات الإنسان أو أي حيوان أي كائن حي هذه النجاسة التي هي في الشرع النجاسة المعروفة فهذه إذا أكلتها الدابة لا يصح التطحية بها أما الوسخ مثلا إنسان رمى الزبالة مثلا في مكان تجمع القمامة هناك قشور جباس هناك قشور خضروات هناك خضروات هناك بعض الأطعمة في هذه القمامة فهذه تأكلها يعني ولا تصير جلالي بها ولا حرج طيب شيخ أنا كيف يستطيع الإنسان يعني الآن ذهب إنسان للسوق نكون عمليين يعني ذهب الإنسان للسوق كيف يستطيع أن يعرف أن هذه جلالة أو ليست جلالة يعني يعني يحتاج للسؤال أم يكتشفها من شكلها مثلا نعم من رائحتها من رائحتها أستاذ محمد من رائحة لحمها عندما يقترب الإنسان منها يعني يظهر هذا واضحا يعني جدا لم يظهر هذا يكون من الغش الذي يعني يفعله بعض بيعي الأغنام أن يغش وهذا نريد أن نوه أن هذا قليل جدا جدا نادر لا أحد تقصد سدي في واخعنا نعم لا أحد يطعم يعني الأغنام أو الأنعام يطعمها النجاس فقط الجلالة يليل تأكل نجاس فقط ولا تأكل مثلا بعض من النجاس وبعض من الطعام مثلا الآخر تقتصر على النجاس هذه تسمى جلال في كل طعامها يعني فينتن لحمها ولا يصح هنا التضحية بها طيب شيخ أننا كان ينتقل إلى درجة المرادرة جاء الإنسان الآن عن ما نفسه وجب عليه أو سنة له سنة مركدة يضحي اشترى الغنم الآن يريد أن يذبح فما هو الوقت المحدد للذبح البداية حتى نعم الوقت محدد كما هو معلوم هو بعد صلاة العيد وبعض فقاء اشترط أن يمضي وقت قصير أيضا إضافي بعد صلاة العيد وبعد الخطبة وبعض فقاء اشترط فقط الوقت ليس شرطا أن يصلي هو العيد وإنما يمضي بعد طلوع الشمس يوم النحري مقدار ركعتين خفيفتين فهذا أول وقتها طبعا دائما المبادرة إليها في أول وقتها يعني أو في قبل الزوال يعني قبل الظهر هذا أفضل باب مبادرة إلى الطاعات وأن يشهدها بنفسه أولا أن يذبحها بنفسه إن استطاع ما استطاع أن يشهدها ليدعو فوقها يقول دعاء المعروف الله ماذا منك وإليك قل إن صلاتي ونسكي ومحي ومماتي لله رب العالمين اللهم تقبل مني ثم يقول بسم الله والله أكبر فهذا أول وقتها وينتهي وقتها بنهاية اليوم الثالث من أيام العيد غروب الشمس اليوم الثالث من أيام العيد ليس اليوم الرابع هذا عند جمهور العلماء الشفعي أجازوا لي اليوم الرابع من أيام العيد هذا ينتهي وقتها وطبعا يكره الزبح ليلا شكرا عن كل أيام كل أيام يكره الزبح ليلا إلا إن كان هناك حاجة كأن يشغل الإنسان مثلا بأمور مهمة في يوم عيده فأجاز الشافعي بلا كراه الزبح ليلا وعند بعض فقهاء لا يجوز يعني إذا زبح ليلا عليه أن يضحي بدلها يعني سيدي أن يكون الأولى في الإنسان أن يسالع على أضحيته بعد صلاة العيد يصلي العيد يعود إلى بيته فيضحي أول فعل والأولى كذلك أن يختص بالأيام الثلاثة طيب شيخنا يعني هنا لو نسأل سؤالا وهو ما هي المستحبات التي يستحب الإنسان أن يفعلها أو من يريد أن يضحي أن يفعلها من اليوم نحن الآن قبل اليوم أو يومين من العيد إلى نهاية أضحيته نعم المستحبات في الأضحية أستاذ محمد كما قلنا أن يذبحها بنفسي إن استطاع أن يشهدها أن يدعو عندها مثلا التسمية وهناك أمر مستحب وفيه حكمة جميلة جدا أن يمسك المضحي عن قص شعره وقص أظفاره هذا مستحب مستحب نعم من أول أيام زي الحجة إلى يوم العيد يعني عشرة أيام لا يقص شعره وأظفاره إلا بعد أن يذبح فبعد أن يذبح أو يشهد زبيحة يذهب يقص شعره وأظفاره هذا من التشبه بالحاج يعني بعض فقاء جعل الحكمة منه التشبه بالحاج لأن الحاج يمسك عن شعره وأظفاره فقالوا طبعا الأصل في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره من أول أيام زي الحجة إلى أن يذبح فيحلق بعد ذلك هذا أيضا من المستحبات والدعاء كما قلنا وأن يشهدها بنفسه طيب كذلك في مثلا لو سألنا سؤالا سيدي لكثير من الناس يسأل هذا السؤال وهو إنسان عليه ولد له ولد ويريد أن يضحي هل يستطيع الجمع بين الأضحية والعقيقة أي يذبح بعد يومين أضحية وفي نفس الوقت العقيقة نعم أجاز بعض فقها وهذا نقول باب تيسير على الناس بعض فقها أجاز الجمع بين الأضحية والعقيقة قال لأن مقصودهما يتحقق في هذه الزبيحة فمقصود الأضحية إراقة الدم ومقصود الوليمة هي أن يطعم منها ويهدي منها ويأكل منها فرحا بهذا المولود فالأمران يتحققان في زبيحة العيد أنها أضحية من جهة وأنها عقيقة من جهة وهذا من باب تيسير على الناس لأن الأضحية كما تعلم واجب عند بعض فقها والعقيقة هناك أيضا من أوجبها فلذلك نقول باب التيسير لأن ليس كل الناس يجد ما يشتري يعني عقيقة واضحية والعقيقة وقتها موسع والأفضل بعد سبت أيام لكن وقتها موسع فإن كان ولد له مولود قبل عيد بشهرين وأجلها فيزبح زبيحة وينوي عند زبحها قبل التسمية طبعا النية هي تكون في القلب لكن لا بأس أني تلفظ فينوي أنه يقصد بهذه الأضحية بهذه الزبيحة أضحية العيد تقربا لله وشكرا إليه وتعظيما للشعاري وأنها عقيقة عن ولدي فلان يقول هذه عن ولدي فلان جزاكم الله خيرا شيخنا الله يباري بيكم سلامكم الله وزيتم خيرا على هذا الشرح وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ممن سيذبح وأن يغفر له ويدعلى في أول خطرة من دم أضحيته وفرانه جزاكم الله خيرا بارك الله بكم حياكم الله أستاذ محمد والشكر موصول لكم عزانا مشاهدين على حسن المتابعة نذكركم بمتابعة قناة حلب اليوم حسب المعرفات الظاهر أسفل الشاشة نبدو بألف خير وكل عام وأنتم بألف خير موسيقى